ما هي قرارات إدارة النادي الأهلي بعد خماسية صندون زوارسية الخطيب لقنديلة؟ بص يا كيمو أولاً لحد دلوقتي ما بلغوش اللعيبة بأي قرارات أو بتجميد مستحقات لأن الأهلي لسه ما خرجش ولكن فيه قرار داخلي من الكابتن محمود الخطيب أنه خلاص فيه عقوبات يعني غير مسبوقة في النادي الأهلي يمكن في الخماسية الأولانية شفنا 350 ألف جنيه أنا بقولك أن الغرامة اللي هتبقى على لعبة الأهلي وده اللي هتتحدد يوم السبت بعد مطش الهلال وصندون هو ده اللي هيحدد الغرامة دي ولكن هي تصل لنصف مليون جنيه مثلا يعني لسه لسه القرار لسه ما قرروش بالزبط كام ولكن الغرامات غير مسبوك هتعدي 350 كمان الغرامات دي مش هتطول بس اللعيبة طول الجهاز الإداري بدون منقول أي أسماء عشان محد يزعل من نهاية من غير محد يزعل من نهاية بس قالك الجهاز الإداري وقالك من غير محد يزعل من نهاية طب جهاز إداري كمس عباحفيز الموديل الفني مارس الكولر هتقولي للجهاز الكولر برضو مفيش في عقده حاجة بتقول إن هو لو خسر بالخمسة ممكن يبقى في عقوبات كبيرة ولكن في غرامة طبعا إن هو خرج من دور المجموعات ودي طبعا يعني معلومة أكيد شفت أنت بالجهاز إداري بس هو الأسماء عشان محد يزعل هو رئيس النادي بس مش هو الأسماء شفت أنت بالجهاز الإعداد